مرحبا كيفكم? اليوم راجعين الموضوع رسالة الى صديق او ايميل الى صديق بدك تخبره عن انك لقيت عمل احلامك او العمل اللي انت بتحلم فيه. اه شو هو العمل خلينا نقول وكيف لقيته اه ايما تحت بلش وشو حاسس انه شي بنيح بهذا العمل حسب ما انت بتشعر. يعني شو انت حاسس انه ممكن يكون شي بنيح بهذا العمل اللي انت ملاقيه او عمل احلامك خلينا نقول. طيب حنبلش الايميل كالعادة ايميل لصديق لازم بلشو بي هي واسم الصديق وبعدين اشارة اه التعجب مباشرة بعدها. اه كيف الامور معك او كيف اه خلينا نقول يعني كيف الاحوال معك. اه في نزا بس نغير نوع الخط. طيب. كيف الاحوال معك. اه اه او كيفين اهين حتى هون. مثلا هيك. طيب. اه اه فاميليا لازم يكون في هيك. طيب. انت لغان هنا لازم يكون حرف كبير يعني اخيرا. انت لغان فيك يوغ او ات صفار. اه نقطة. اه دو لازم دو تجي كبيرة. انت تعلم. طيب اه جميل الاولى ما في اي مشاكل. هاي المقدمة انه واحد عم يسعى نرفيقه. اه كيف الاحوال معك. اه اوكي ما في مشاكل. اه اه انت تعلم انه حلمي. اه فين نقول هون مسلا دروم يوب خلي نقول انه حلم العمل او انه العمل اللي انا بحلم فيه. اه فين نقول هون كمية تيوب. اه اه ميت دروم يوب اه نار يا والي تين. انت تعرف انه حلم العمل لديه عندما كنتوا صغيرا اصبح طبيب. بلي بالمصدر لانه ات بده يجي بعده بالمصدر لا كرا هو طبيب. اه فاعتقد هو لازم يكون خالصين. حرف كبير ان اعمل خوكوس في اه مشفى. اه اه ان مصحي خوكوسات فاعت اي ات خوكوس. يا فشوكتما. اه يا فشوكتما من مونجا جونجر. هلا اول شي انه شو الحلم اللي انا بدي اشتغله هو انه صد دكتور. كيف لقيت الشغل او انه يصير طبيب. كيف الشغل? كيف الطريقة اللي لقيت فيه الشغل? اه فينا نقول مسلا هي كلها. ملا داعي. مسلا يا فشوكتما من مونجا جونجر. يا فشوكتما من مونجا جونجر. ات انسوك ان اقدم طلبي. ات انسوك مسلا تيل لارا. الى عدة اه ما شافي من دقيق انت ولكن لم يمشي الحلقه نقول اه من دقيق انت اه من دقيق انت من حط فاصلة دهار هذه المرة. ده اه دهار جونجن في نقول دهار جونجن. اه فيك يا جونجن فيك يا جوب بيت. فيك يا جوب بيت. ايش متل شافين نص صعب طيب صراحة لا مني مفهم اه هزا جبته اه نص حدكات بو بس انا معدل عليه. اه هذه المرة. the the here.orthام بال تم رأ尾ار جونجن. تھام ايش دهار جونجن في كم م Hongرر دم هlooking دهار جونجن. سامط تيره جونجن تيكي الر الرجح في مringe بسي صغيرة. دار. اصبارت اه اوكي هاي اعتقد هيك ممكن تكون. اصبارت في الاجابة. اه طيب جملك اللي صارت اه هذه المرة حصلت على العمل لانه انا ارسلت سي في بالاضافة اني قابلت الشيف هناك وهو كان كتير لطيف. اصبارت في الاجابة اه يعني موجود او مكتوب ات انه اخ او اتانى ارج شب عملي işte ا فهم جمه يمكنات ات ان thats افíemدار انا سي میں تعملل ماثقة ات انها ماجهbreaker ادي و يمكنات أ عدد برعة حقا أجل الوغب أعتني أن أعتني سوف أعتم أعتني أن أعطان أعتني أن أعطان أتفا 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 أتف هار ام مو هار هار. ذالدت شنده لاكاري ذال او هار مونغا في نقول مونغا شنده لاكاري. او اتوكلا مخينر وآلات كتير متطورة متطورة التي نحن نستطيع ان نتدرب عليها. او ادفكلا دي مخينر. هل من نجمه تكون هم بالمصدر. او ادو كو مر اتبلي قلود. انا اعرف هاي بمكون تكون خاتمة. هاي من هم يمكن تكون خاتمة. هذا لازم يكون احرف كبير. بصراح هذا النص يخطاء كتير. اخطاء يعني خير معقولة. او ادو انا بعرف انك انت حتكون سعيد لالي. لهيك انا عم برسل هذا الايميل اه لالك. فين اقول هاي برايبت فين نقول ميلت. اه نفس الشي فين نقول ميل. مسلا ان هنا مطلوب مننا ميل. دهار ميلت كرام. وفين نقول بداية كرام فين نقول دين فين. متل ما شايفين موضوع مية وارباة وتلاتين كلمة. اه ما كتير فيه مشاكل حاليا يعني بس اول شي كان بصراحة كارثي الواحد بيرسب اذا كتبهه بالكورشتي. اه هاي الخاتمة. هاي كيف بتنهي الرسالة او الايميل لصديق. وهاي خلينا نقول مقدمة تسأل فيها عن حال الصديق. من هاتفنا انه كيف نكتب رسالة لصديق مع ان اي مشاكل اعتقد. وهي كيف تبدأ فيها رسالة او ايميل. اه هيضر اساسية. يعني اشارة الاستفهام. اشارة النقاط المكان الصحيح. اه العمل اللي حصلت عليه انه انت لك عملك من لما كانت تصغير انه تصير اه لاكرة. اه كيف انت حصلت على عمل عن طريق الان سوكن. وانت قدمت سي فيه وبعدين عملت اه مخابلة مع الشيف وهو كان كتير لطيف. بالاجابة تبعيتهم اه مكتوب انه انت هتبلش الاسبوع الجاي. طب هيك سوفينا شرط انه ايميل احنا هنبلش. وهو اه شاعر انه اه هو يشعر انه انه من الجيد انه يبلش هناك لانه هو هيطور معرفته ويطور قدراته. خليناقول اه اه بالمشفى لانه المشفى عندها دكاترا كتير مشهورين وعندها آلات متطورة اه يعني هو سميا كان ترينا بوفي نقول هنا زي بدنا. اللي انا بقدر اه اتدرب عليها. يعني آلات متطورة هو بقدر يتدرب عليها. والنهاية انه انا عم بعت لك هاي الرسالة عم خبرك هادا الخبر لانه انا بعرف انك هتكون مبسوط لقي لي بحال قرأت هادا الخبر. فموضوع بسيط ما انه كتير صعب. اه ممكن اه يعني يكون ايك شوي انه عن عمل اه انه عمل بتحلم فيه. بس انك متى ما لقيت الفكرة شو هي الفكرة انا هون لقيت فكرة انه طبيب. فبصير موضوع بكتير سهل بس انك تحطي ملقات الاساسية بتكتب عليها. هادا هو الجيديو اليوم وزعكم اي تعليقات تكتبوا لي اياها. لحتى نكتب فيديو وبشوفكم في فيديو جاي موفيني اللي عم تدرسوا وسلامات. شكرا لتعليقاتكم الحلوة. اللي عم توصلني.